بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حلقة جديدة من برنامج مدارك ندرك فيها مجموعة من المفاهيم وبعض الوصايا والحكم التي نحتاج إليها في حياتنا من ذلك ما يتعلق بمقاومة وسواس الشيطان للإنسان فإنه يوسوس لكنه يشتد وسواسه في مرحلة من المراحل التي ينبغي أن نتحكم في أنفسنا فيها وهذه الرسالة مهمة جدا أنك قد لا تملك الظروف لكنك تملك مشاعرك قد لا تملك القرارات المتعلقة بالمحيط بك في بلدك أو في عالمك لكنك تمتلك القرارات المتعلقة في سلوكك لذلك جاء رجل النساء السلام فقال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب لا تغضب وكأن النساء السلام يعرف أن الغضب هو باب عظيم من أبواب الشر وحالة من أهم الحالات التي يدخل فيها الشيطان وينزغ ويوسوس بشدة فتجد الإنسان إذا غضب اتخذ قرارات خاطئة ولذلك يوم ذكر المولى جل وعلا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حمي إذا أخطأ عليك ترد الخطأ بالإحسان هنا يحتر نفسه ويعتذر ويقدرك ويصير صديقا بعد أن كان عدو الأمر الثاني الآية الثانية قال قال جل وعلا وما يلقاها إلا الذين صبروا يعني ما في أحد يتحمل هذا الغضب إلا واحد يصبر ولذلك الصبر شطر الإيمان يعني نصف الإيمان صبر ومن أهم مواطن الصبر أثناء الغضب لذلك تريد تختبر إنسان اختبره عند الغضب إذا كان إذا غضب أمسك نفسه ترى ما شاء الله هذا إنسان يملك أعصابه ويملك قراره ويستحق يكون مسؤول أما اللي ما يملك نفسه ويغضب هذا ما يتحمل ولذلك قيل قال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب وقال المولى جل وعلا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ يعني هذا المكان الغضب يأتي الشيطان وينزغ فاستعد بالله إنه هو السميع العليم وقال في آية سورة الإسراء وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إذن واضح الآيات التي جاءت في القرآن فيما يتعلق بالنزغ أنها في حالات الغضب لذلك مهم جدا للإنسان ولمسلم ألا يتماهى مع الغضب وأن لماذا حتى لا يدخل الشيطان ولا يوسوس بشكل أكثر وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب قالها موصيا وجاءت في سلوك كثير من القادة فإن الغضوب لا يستحق القيادة دائما الحليم هو الذي يستحق السؤدد سؤل عن الأحنف من قيس بمسعد قومة كيف سأل سيد قومة قال بالحلم والأناء فاصلوا يسير ونواصلوا بتسير القدر حياكم الله أخبر الكرام حياكم الله أخوات الكريمات ما زلنا مع هذه المفاهيم المتعلقة بوساوس الشيطان وكيف نتجنب هذه الوساوس بالذات في حالة الغضب لأنها ترتفع إلى أن تصل إلى مرحلة النزغ وسواس مع غضب يكون أشد على الإنسان من وسواس في حالته الطبيعية وهنا نرى كما ذكر العلماء ما هي الأثار إذا وسوس لك الشيطان ما هي الأثار التي جاءت لهذا الوسواس أول أثر الضم فيوسوس لك الشيطان فتصدق ما يوسوي سهلك لذلك احذر يقول السلام إياكم والظن فإن الظن أكتب الحديث زين من أين يأتي الظن يأتي من وساوس ولذلك قال جل وعلا وَلَقَدَ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيْسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يعني الشيطان وسوس لهم بظنون فصدقوها لكن الناس من المؤمنين ما صدقوه هؤلاء هم المفلحون لذلك يوم ذكر المولى جل اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم لأن أكثر الظنون تأتي من وساوس الشيطانية فلا تستجب لها ولا تطع الشيطان في أخيك ولذلك جاء التمس لأخيك سبعين عذرا هذه كلمة جميلة سبعين عذر فإن لم تجد والله ما في مجال يعني حاولت أدبر له عذر ما لقيت قال فإن لم تجد له عذرا فلعل إلا عذرا آخر لم يكن عندك قد يأتيك يعني في كل أحوان التمس الأعذار للآخرين ودائما علامة الحكمة الإنسان كلما عقل كلما رجها عقله كلما عذر الآخرين دائما أما الإنسان اللي يبدأ يتشكك ويبدأ يسيء الظن ولماذا فلان لم يقم بالفعل فلاني وفلان هذا عقل صغير هذا الشيطان تمكن منه وسوس له فصدقها له وسوس لذلك المؤمن أن يتجنب هذه الوسوس وأن يطرد هذه الظنون التي تأتي من الشيطان إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث وكما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الظن إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار فالظن يقود إلى الكذب وإلى غير الحقيقة وهذا يقود إلى المعصية قال جل وعلا اجتربوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ربط العلماء هذه الآيات مع بعض قالوا إذا سأضن الإنسان بدأ يتجسس وإذا تجسس بدأ يغتاب ويصل إلى مرحلة ينتقل فيها من معصية إلى معصية إلى معاصي وأبواب من المعاصي لا يمكن أن تسد نسأل الله العافية من أين نقطع دابر هذا كله بأن نترك الظنون خاطئة فإن هذه الظنون من الشيطان الرجيم والظن كما جاء في الحديث أكذب الحديث إياكم والظن فإن ظن أكذب الحديث فهذه الظنون التي تأتينا كثير منها من الشيطان فلا نستجيب لها وإذا كانت فيما يتعلق بالآخرين نحسن الظن وإذا كانت فيما يتعلق بالمستقبل بالمنسبة لنا نحسن الظن بالله بأن الله سيرزقنا وإذا كانت فيما يتعلق بالماضي والحزن نتجاوز هذه الظنون والسعيد من تجاوز هذه الوساوس بحسن الظن بالله تبارك وتعالى وفقه هذه الحياة فلا يكون ممن انطبق عليه قول مولى جل وعلا ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين اللهم اجعلنا ممن عصمته من ظن الشيطان وسأوسه بهذا القدر نكتفي ونسعدكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة